أول تصريح لأشرف حاكيمي بعد اتهامه بالاغتصاب شاهد مع التفاصيل في أول خروج له صرح الدول المغربي أشرف حاكيمي نجم المنتخب المغربي وفارق باريسان جيرمان الفرنسي ونفى تهمة الاغتصاب المنسوبة إليها التي نشرتها صحيفة لوباريزيان وفي الصيار أكد حاكيمي في تصريح لصحيفة مارك الإسبانية إن اتهامات الاغتصاب المزمعومة كما ورد في لوباريزيان عارية تماما عن الصحة وكانت شابة فرنسية قد اتهمت أشرف حاكيمي بالاغتصاب وقالت للشرطة بأنها تعرفت عليه في منتصف شهر يناير الماضي عبر دردشتنا في منصة انستجرام وبعد ذلك اتقت الفتاة اللاعب المغربي في منزله الذي وصلت إليه عبر سيارة أوبيرا أكدت بأن أشرف حجزها بنفسه وهناك تعرضت للاغتصاب بحسب أقوالها لرجال الشرطة ترجمة نانسي قنقر